اهلا بكم هاجمت ميليشيا الحوثي الأمم المتحدة على خلفية امتناع آلية التفتيش والتحقق عن منح ترخيص لإحدى السفن الداخلة إلى ميناء الحديدة وقال نائب وزير الخارجية في حكومة الميليشيا غير المعترف بها أن آلية التحقق والتفتيش في الأمم المتحدة ومقر ياجبوت امتنعت عن ترخيص إحدى السفن من دون أي مبرر ضاف أن على الأمم المتحدة وقفوا إعاقتها فورا أو إلغاء دور آلية التحقق والتفتيش متهما إياها بارتكاب إجراءة تعصفية مخالفة لقرار إنشائها حد زعمه في موضوع آخر اتهمت ميليشيا الحوثي الأمم المتحدة بالتنصل عن تنفيذ التزامها بتفريق خزان صافر المتهالك واستبداله بآخر جديد وفق الاتفاق المبرم في مارس الماضي وزعم وزير النقل في حكومة الميليشيا غير المعترف بها عبدالوهاب الدرة بين الأمم المتحدة تتعمد إبقاء وضع الخزان العام كما هو عليه لطلب المزيد من التمويل من الدول المانحة وغير المانحة رغم حصولها على كامل المبلغ الذي حددته بـ 85 مليون دولار ولم ينظر أي بيانة وتعليق من الأمم المتحدة إزا هذه الاتهامات والمزاعم الحوثية شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي لوسلطة العرادة على ضرورة التزام أي عملية سياسية بالمرجعية الثلاث كأساس لأي حوار بين الأطراف اليمنية جاء ذلك خلال لقاه المبعوث الأمريكي لليمن تيم لندر كينغ الذي بدأ جولة جديدة خليجية لبحث فرص إحياء الهدنة الأممية في اليمن وأكد العرادة أهمية دور الدبلوماسي الأمريكية في ردع ميليشيا الحوثي وإيقاف أنشطتها العدائية ودفعها للقبول بمساعي تحقيق السلام في الشأن الحقوقي رصد تقرير حقوقي قرابة 13600 انتهاك بحق المسافرين في نقاط التفتيش التابعة لمختلف الأطراف في 20 محافظة خلال ثمان سنوات وثق تقرير لمنظمة رايتس رادر تحت عنوان نقاط الموت مقتل 721 مسافرا وسائقا أثناء مرورهم بنقاط حواجز التفتيش فيما أصيب أكثر من 1200 آخرين إضافة إلى 3600 حالة اختطاف وإخفاء وتعذيب وشهر لأن البيضات تصدرت قائمة المحافظات الأكثر تضرورا تلتها تاعز وصنع أقدمت قوة تابعة للمجلس الانتقالي المدعو من السعود والإمارات على احتجاز قائد محور تاعز اللواء الركن خالد فاضل قبل أن تفرج عنه في وقت لاحق وقالت مصادر مطلعة أن قوة الحزام الأمني احتجزت اللواء خالد فاضل في مديرة خور مكسر بينما كان في طريقه للقاء ضباط في المنطقة العسكرية الرابعة ضفت أن اللواء فاضل بقي محتجزا لمدة ساعتين قبل أن تصدر أوامر رئاسية بالإفراج عنه في أمان الله